استقبل رئيس عبدالفتح السيسي رئيس جهازز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكن وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة أو ملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان هذا وضف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التوصل مع كافة الأطراف مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك القطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي مع التجديد على أهمية توصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط كما تم تأكيد الحرصة في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة الميزة